اشتركوا في القناة ويستقر في برج الميزان وعنها خلو مسر القمر الآن موجود في منزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لحين الانتقال للقمر لبرج الميزان لغاية الساعة تسعة وأربعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ليستقر بعدها في منزلة الغفر وهي منزلة للكنوز والضفر والمنع والتفريق والمشاكل والنفي وبما أن القمر موجود لغاية ساعات الصباح في برج العذراء فبتظل طبيعتنا الجادة هي المسيطرة مننتبه أكثر لصحتنا بممارس التمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب وبنقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك واردي أو شاردي دون تفاحصها ومنجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام وبنشعر أن الناس شحيحون في عطائهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا ونتوهم أمراض ما إلها أي وجود هاي أفضل فترة للتخلص من عادات سيئة كالتدخين وشرب الكحول وبوسعنا اقتناء حيوان أليف ومطالعة كتاب مفيد والبدء بوظيفة أو عمل جديد بالنسبة لزوايا البطيئة طبعا في عنا زاوية اليوم رح تتشكل هي زاوية منفصلة زاوية تثليث إيجابية ما رح تصير إلها ذروة هي بين عطارد وبين المريخ تأثيراتها من يوم 29-8 لغاية يوم 9-9 بيسود شعور عام بالوئام فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبرضه بتعزز العلاقات مع الأحبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزليث إيجابية بين المريخ وبين المشتري وهي تأثيراتها حكينا لغاية يوم 5-9 ذروتها يوم 1-9 بتخلق جو من التسامح بحيث أنه ممكن نتسامح من مع من أخطأ ويخطئ بحقنا ومن مديد العن لإلهم وكمان هاي بتدفعنا للتراجع عن خطأ ما أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقاوب السلبية بين الزهرة وبين زحل وحكينا هاي زاوية خطيرة لغاية يوم 38 تأثيراتها ذروتها يوم 28 كانت اللي هو يوم أمس طبعا هاي حكينا يعني الزاوية بتنقطع فيها العلاقات العاطفية الضعيفة لغير رجعة فعشان هيك بتكونوا حذرين أبناء التعامل مع الأحبة وخصوصا الزهرة وزحل هاي زاوية يعني مش سهلة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية بين الشمس وبين المريخ وحكينا هاي تأثيراتها لغاية يعني أربعة تسعة بترتفع فيها وطيرة المواجهات والتفجيرات في البؤر الساخنة وبسود جو عام من التوتر والعدوانية وبرضو يتوجب علينا الحذر عند التعامل مع الآخرين لأنه ممكن أي كلمة غير محسوبة أنها تأخذ على محمل مغاير وتدخلنا بمواجهات إحنا بغناء عنها وبتدل على أنه الحكومة ما في دولة ما ممكن أنها تميل لممارسة سياسة قمعية لفرض نفوذها وصطوتها وبتدل كذلك على ازدياد أعمال العنف والعدوان وكذلك اضطرابات في قطاع الصناعة أو قطاع الصحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية المنفصلة وهاي بين زحل وبين أورانوس وحكينا هي تأثيراتها لمدة طويلة بتستمر لغاية يوم 16-11 منصبح مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبتدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة مثل العواصف والزلازل وأمور الهلاقة بالمناخ وسقوط الطائرات وحوادث في السكة الحديث وبرضو بتدل كذلك على اضطرابات واشتباكات مع سلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة من الزوايا البطيعة وهي زاوية تزديس منفصلة إيجابية بين نبتون وبين بلوتو وحكينا هاي تأثيراتها لغاية يوم 2-9 بتسبب عودة وضعية قديمة أو شخص قديم برجع لحياتنا من جديد وبرضو هذا الشخص بيدعم وضعنا أكثر فأكثر أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل مع القمر فعنا أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات تقريبا نحكي الظاهرة هي هاي زاوية ذروتها الساعة 3 وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرينيج هاي زاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ من الساعة 3 وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرينيج ورح يستمر حتى تمام الساعة 9 و44 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 9 و44 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بصير القمر انتقل واستقر في برج الميزان فعشان هيك بتصير هاي فترة أفضل عاطفيا لتعزيز أوصار علاقة أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر رهم أنه في زاوية حادة لها علاقة بالانفصالات فعشان هيك منقول لكم برضو ضلوا ضابطين أعصابكم ما تفتحوا مواضيع قديمة لجميع الأبراج طبعا في هاي الفترة منكون اجتماعيين أكثر ومن ميل للإسترخاء وبيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد هاي الفترة ممكن ننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفل ما أو عادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجية جميلة بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل ما بعد خلو المسار والانتقال لبرج الميزان أول زاوية هي رح تكون زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون في تمام الساعة أربع وعشر دقائق عصرا يعني تأثيرات هذه الزاوية بتبدأ من ساعات الظهيرة وبتستمر لغاية ساعات المساء بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ وهي رح تكون في تمام الساعة سبعة وتسعة وأربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين المشتري وهي رح تكون في تمام الساعة عشر وتسعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها بتبدأ من ساعات العصر وبتستمر لغاية ساعات صباح اليوم الذي يلي هذا اليوم يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي لازم ما نعمل أي عمليات جراحية لإلها لأنه في عنا خلو مسار في ساعات الصباح فبتكوا تركزوا على البنكرياس والأمعاء الدقيقة والأعور والقلون والجهاز الهضمي والإثنى عشر والمستقيم وأجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين لغاية ساعات الصباح أو قرابة الظهر تقريبا بتوقيت الشرق الأوسط فهاي نقاط ضعف حساسة أما من ساعات الصباح أو قرابة الظهر بيصير عندنا الأعضاء الكلا والحالب والمثانة البولية الأوردة الجلد كعضول اللمس والبنكرياس والأنسولين وأسفل الظهر والزائدة الدودية فعشان هيك فترة خلو المسار لا تصلح للعمليات الجراحية ولكن ما بعد خلو المسار ما في أي مشاكل وما قبل خلو المسار ما في أي مشاكل طبعا ما زال هذا اليوم لا يصلح لعمليات التجميل لا الحق ولا الجراحة الأمور اللي إلها علاقة بالبشر وتنظيف البشر ما في أي مشكلة يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي لأنه الظهر ضعيف بالنسبة لخلو المسار القادم بمعنى القمر موجود في الميزان خلو المسار القادم رح يبدأ يوم الأربعة واحد ثلاثين ثمانية رح يكون الخلو المسار بداية الساعة ثمانية وثلاثة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش ورح يستمر خلو المسار لغاية الساعة خمس وعشر دقائق مساء لا يستقر القمر بعدها في برج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره يومين في تمام الساعة خمس وخمس دقائق صباحا بتوقيت جرينيش بصير عمره ثلاث أيام نسبة الإضاءة بتصير عشر في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم ثلاثة وعشرين تسعة اليوم منتحسي بنسبة عشر في المية القمر في العذراء وبدو ينتقل للميزان ورح يستمر في برج الميزان لغاية واحد وثلاثين ثمانية والآن سعيد بنسبة ستين في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية في ساعات المساء بترتفع نسبة السعادة وبترجع ستين في المية عطارد في الميزان حتى يوم تسعة عشر منتحس بنسبة عشر في المية الزهرة في الأسد حتى يوم خمسة تسعة منتحس بنسبة أربعين في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم ثلاثين عشر سعيد بنسبة ثلاثين في المية المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم ثمانية وعشرين عشر منتحس بنسبة خمسة عشر في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 22 واحد منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجح حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر ما زال موجود في مراحل المقابلة الآن فهو الآن في البيت السادس ما زالت الأمور بتركز على العمل وعلى الصحة فعشان هيك من الآن لغاية ساعة الصباح بدكوا تنتبهوا لعملكم وتنتبهوا لصحتكم ممكن تجدوا صعوبة زي ما حكينا يوم أمس في إنجاز بعض الأعمال لإلكم وبرضو بدكوا تنتبهوا لصحتكم بشكل جيد وابعدوا عن أي مشاكل أو حدية بالطباع إن كان مع زملائكم بالعمل أو إن كان بشيء ممكن أن يأثر على صحتكم في ساعات الصباح الأجواء رح تتغير تماما لأن القمر رح يصير مقابلكم تماما فبترغبوا في تعزيز شراكاتكم من ناحية إيجابية ولكن بدكوا تضبطوا عصابكم عشان ما يصير مشاكل بينكوا بين الشركاء العاطفة والعمل وتصل لمرحلة ممكن إنها تكون صعبة كحلول أو إنك تعلجوها ممكن اليوم تتعقد بعض الأمور وتطرأ بعض البلبلة بسبب تقابل القمر لإلكم لأن طاقتكم ضعيفة فبتكوا تحاولوا إنكوا تعلجوا الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذروا القطيعة والدعاوى القانونية لأنه في الفترة هاي خصمكم بيكون قوي والعرقيل ممكن إنها تستفزك وتوصل لك لمرحلة إنك ما تسيطر على أعصابك برج الثور ما زال القمر موجود بمنطقة حساسية وقوية بالنسبة لإلكم له البيت الخامس فعشان هيك بتظل الرغبة قوية للتقرب وتعزيز العلاقة مع الأحبة وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بالأحبة إن كان الأبناء أو أحبابكم أو حتى الأجواء جيدة لممارسة هواية أو حتى الترفية أو التجميل ولكن من ساعات الصباح الأجواء بتتغير تماما لأن القمر رح يصير في البيت السادس فهو هنا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم بتكتين تبهوا لصحتكم بتجدوا إنه الواجبات بدأت تكثر عليكم وتصعب وممكن تضطر لعمل وقت إضافي عشان تنجز بعض الأعمال فعشان هيك برضو بدك تنتبه لوضعك الصحي برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا القمر ما زال موجود في البيت الرابع لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بتضل الأمور البيتية هي اللي بتشغل فكركم في بعض الاهتمامات اللي لها علاقة بالبيت والعائلة وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم حاذروا من أي مواجهة عائلية لأنه ممكن تظهر بعض الاضطرابات العائلية أو المشاكل أو المواضيع اللي ممكن تستفزك أو بعض الأعطال المنزلية أما في ساعات الصباح تشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتفاهم معهم بصير الجو قوي جدا والإيصال حكلا والقمر بصير في البيت الخامس فبتفيدك الاتصالات واللقاءات العاطفية ومع الأحبة تقدر تلطف الأجواء وترجع العلاقات لطبيعتها اليوم بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل بعض المسائل العالقة أو اللي كانت مستحيلة تعتبر فترة إيجابية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر موجود بالنسبة لإلكو في البيت الثالث فعشان هيك بظل النشاط عالي جدا عن مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات الأجواء جيدة ولكن حاولوا أن تنتبهوا من أي صدام أو كلام ممكن ينفهم بشكل خطأ الأجواء داعمة وعندك سرعة بديها عالية جدا وممكن اليوم يكون فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين أخ أو جار طبعا هذا الموضوع لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بيصير الوضع إلو علاقة بالبيت والعائلة فبتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية وموسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة ولكن بتكون تتجنبوا توبيخ الأحبة أو اللومهم وممكن تقلقوا بشأن مسألة عائلية أو شخصية حاولوا أن توجهوا الأمر بمنطق وحاولوا إيجاد تسويات تحمي حقوقكم وحاولوا أنكم ما تفرضوا رأيكم برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد الأجواء ما زالت بتركز على الأمور المالية وفي بعض الفرص اللي إلها علاقة لمكاسب مالية بتيجي من عمل إضافي مسترداتيبات أو نوع من أنواع الدعم أو أموال لإلكم بتستردوها ولكن ممكن اليوم تكثر عندكم المصريف أو رغبتكم بالشراء أو تظهر بعض المصريف المفاجئة لإلكم حاولوا إنكوا تقللوا من التبذير تبذير أموالكم والمصريف اللي ما إلها داعي أما في ساعات الصباح بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات والحوارات والنقاشات وبكون لكم نوع من أنواع تعامل مع أخ أو جار بتكثر عندكم النشاطات على حسب شو أنتو بتعملوا على حسب حق الإختصاصك إن كنت تاجر أو إن كنت ست بيت أو كنت شخص بتعمل بالمكاتب عندك نشاط على حسب إيش أنت بتشتغل بتكون لك لقاءات عديدة وباستطاعتك الدفاع عن حقك وتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم إش إنك ما تتردد بالتحرك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر ما زال موجود عندكم فعشان هيك ثقتكم بنفسكم كبيرة وقدرتكم على السيطرة على زمام الأمور ممتازة وحتى طاقتكم عالية جدا وبتقدروا اليوم تعملوا تسوية أو تنطلقوا بمرحلة جديدة أفكارك ممتازة جدا ولكن حاول إنك ما تتخذ أي قرارات حاسمة خصوصا فترة خلو المسار في ساعات الصباح القمر رح ينتقل لبيت المال فهنا التركيز كله رح يصير على الوضع المالي فبتعيدوا تضبط ميزانيتكم أهم إشي إنكما تتهربوا من تقديم المساعدة لقاريب أو حبيب وحاولوا إنكما تبالغوا بمصاريفكم بدكوا يعني بمعنى بدك تكون معتدل وموضوعي حتى في أمور النقاش والمساومة وممكن تهتم لأمور مالية أو استشفائية أو حتى لبعض الدفعات خلال هذا اليوم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بيتطلب منكم الوقت كمان للانتباه بشكل جيد لصحتكم ولطاقتكم وبضل التعب مسيطر عليكم تشعر إنه شوي يعني فقدت السيطرة على نفسك أو طاقتك بلشت تضعف الزيادة عن اللزوم فعشان هيك سهل جدا إنه يحتالوا عليك فبدك تحمي نفسك من المحتالين وبرضو ما تتخذ أي قرارات حاسمة أما في ساعات الصباح القمر رح ينتقل ويصير عندك فبتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة النجاح عندك وبتشتد عزيمتك وبتنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك يعني أنت مقبل على عشر أيام رح تكون الطاقة فيها عالية والأمور إن شاء الله بتكون لصالحك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بتكون تبلشوا بمرحل الحذر صحيح إنه القمر موجود ما زال من الآن لغاية ساعات الصباح في بيت العلاقات الإجتماعية وعلاقاتكم مع أصدقائكم ولكن بيبدأ الضغط يزيد عليكم شوي وبتشعر إنه طاقتك ضعيفة أو بنوع من أنواع الإرهاق أو الوهن الغير مبرر طبعا هذا بسبب اقتراب القمر لبيت متاعبكم فحاولوا اليوم تبعدوا عن المشاكل وما تتخذوا قرارات حاسمة في ساعات الصباح بصير القمر في بيت المتاعب هنا بدكوا تنتبهوا أكثر لصحتكم حاولوا إنكم ما توقعوا على عقد ما تبدأوا عمل جديد فترة فارغة من الحظ حاولوا إنكم تحللوا الأمور بهدوء وابتعدوا عن الأضواء ولا تقرروا على شيء عشان ما تخيب أمالكم وحاذروا من البلبل والالتباسات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بوسعكم المحافظة على سمعتكم ما زالت القمر موجود في بيت السمعة حافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وعلاقاتكم مع المسؤولين حاولوا أنكم ما تجازفوا بسمعتكم ما تغامروا ما تتهوروا ما تتخذوا قرارات حاسمة راجعوا واستشيروا أهل الإختصاص بكل الأمور في ساعات الصباح الأجواء رح تتغير لأن القمر رح يصير في بيت العلاقات الاجتماعية فاليوم من المتوقع إنكم تلتقوا الأصدقاء أو اتصال من صديق قديم أو يتوجه لكم دعوة لحضور حفل أو مناسبة أهم شيء أنكم تبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق لأنه كل الفائدة من علاقاتك الاجتماعية اليوم بيطمع إن بالك لأنه ممكن تجد حليف يدعم تصوراتك ممكن من خلال علاقاتك ومعارفك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بيظل النشاط في أمور السفر لبعيد والاتصالات لبعيدة الحوارات النقاشات الامتحانات ممتازة جدا ولكن لا تعتمدوا على الحظوظ كثيرة خصوصا في ساعات الصباح وبالمقابل برضو حاولوا أنكم ما تغامروا وما تجازفوا ما تتخذوا قرارات حاسمة اليوم إذا كان عندكو سفر أو عندكو تنقلات برضو انتبهوا أثناء قيادة السيارة اليوم ما زالت الأجواء جيدة ولكن الانتباه لازم يكون في فترة خلو المسار لأنه القمر برضو بدينتقل لبيت السمعة فهون يعني بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ولكن ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة أهمش أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك حاول أنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع الفترة هاي فيها بعض القلق بعض التوتر فعشانيك ما في داعي لتشويه السمعة بأي تصرف برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا التركيز رح يصير على الأموال المشتركة من الآن لغاية ساعات الصباح حسابات مشتركة نفقات مواضيع لها علاقة بالأموال اللي معك شريك فيها ممكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم تكون بحاجة للرعاية زي ما حكينا يوم أمس بدك تكون مرن وحاول أنك يعني ما تدخل بإصدار قرارات حاسمة وخصوصا الأمور المالية ممكن تظهر بعض المصاريف البيتية أو يعني الأمور اللي بتيجي مفاجئة إلها علاقة باهتمام قضية مالية عائلية أما من ساعات الصباح بتغير الجو لصالحكم فبتنشغله في أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة وبتصير فترة مناسبة لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة يشينك اليوم ناقش بقوة وذكاء وتجرأ على رفض أي شيء ما بيناسبك لا تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر أي فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة وبرضو في نفس اللحظة يعني في بعض القرارات حاول أنك تراجح حالك أو أهل الإختصاص فيها برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك يجمعكم بشركائكم سواء بالعمل أو العاطفة القمر ما زال موجود مقابلكم بدكوا تكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم تبعدوا عن المشاكل خصوصا بين الأزواج والأحبة هذه الفترة غير لا تصلح لأي نقاش أو حدية أو حوار ما لكم مصلحة فيه من ساعات الصباح القمر رح يتحرك درجة عن أمور الطاقة الضعيفة فبتزيد طاقتكم شوي ولكن بتنهمكم في أعادة تنظيم أموركم المالية أهم شيء ما تهملوا صحتكم بتصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم ممكن تقلقوا يعني من أمر مالي إلى أعلاقة بالبيت أو العائلة ولكن برضو الإشي الإيجابي إنها بتتلقى أعمالك صدى طيب في بعض الأمور ولكن لا تتخذ قرارات بخصوص الأمور المالية وحاول إنك ما تتكاسل بل سارة للعمل دون مماطلة ودون أعذار هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر